وأيضاً بعض الإخوان الشجرة هذه اسمها البام كيف سميناها مورينغا؟ لسبب واحد لأنها فصيل من فصائل المورينغا العالمية فغالب الاسم العالمي على الاسم المحلي وللأصل مفترض لنا يتمسك يعني في أحد القرى في المملكة عندهم متشرة في الجبال لما أقولهم مورينغا لا يعرفونه لا يعرفونها بس ما يردون عليك ما يردون عليك ولا يسمون هذا الزيت ما يسمون هذا زيت يسمونه سمن البان سمن سمن البان ليش لو عندي الآن ثلاجة وأدخل فيها الزيت هذا ساعة واحدة بس وثم يظهر إخواني سمن وطعامه ورائحته لا رائح ولا جاء سوف تتركون جميع أنواع السمن بإذن الله أنا عندي الآن في بعض الأحيان إذا حشيت السمن احتجت تلذذ أخذ لي فنجال وحطه في الفريز مدة لس ساعة ساعة الأربع يظهر إخواني شيء عجيب بياض ورائحة وطعم على المرقوق أو على العصيد أو على السلطة طعم لا يقاوم أنا عارف إن شوقتكم كثير بلا شك لكن تظر بس لأنتين بس نبغة تعطينا استعمالات الزيت استعمالات الزيت طيب أولا الزيت يستخدم للأكل وقد عملت أنا أبحاث عن هذا الزيت في داخل مملكة وخارجها نعم فكثير من المختبرات أخواني التي دخلتها وخرجت منها بهذا النتائج يعني بعض أحد المختبرات أعطاني النتيجة أعطيتهم اليوم الزيت جاء لي يوم الثاني أعطيتهم أخذ نتيجة وإذا الأخ تقول ما يدي أنتظر نحن نتجه معي وهي تقول أنتظر جاء مدير المختبر أول مسؤول عن قسم جلس معي قال الزيت هذا وشه وبتالي كاتب لكم أنه زيت البان العربي وكاتب المشروع وكذا كان يا رجل وجدنا فيه يعني أشياء متميزة من الفيتامينات ومن المعادن ومن مضادات الأكسدة مرتفعة بشكل كبير جدا قل ما تجدها في زيت قل ما تجدها في زيت هذا يا أخوان هذا هو سر هذا الزيت إنه مليء بالفيتامينات والمعادن ومن مضادات الأكسدة فيستخدم للأكل وأفضل طريقة لإستخدام الأكل الزيت هذا أو العسل أو أي عشبة ترى أنها تريد أن تفيد جسمك أنت أخذ منها ملعقة أو ملعقتين على الريق وتنتظر ساعة كاملة ما تأكل شيء ساعة كاملة على معيدة فارغة هذا أفضل شيء طبعا بعضهم يقول ما ليه ماكل على معيدة فارغة طيب ليه مع سكر مع ضغط مع كليسترول نجيك خبر السكر والضغط وكليسترول نأتي عليه إن شاء الله فهذا ليش يستفيد منها الجسم يبدأ من المريء ثم المعدة ثم الأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغليظة فجميع أجزاء الجسم يعني يمتصها ويستفيد منها هذه الاستفادة إخواني هذه الاستفادة من هذا الزيت لا تقمن إلا في الغالب اللي على الرقل لكن ممكن الواحد يستخدمها على 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 الأكل على السرطة على الرز على الأكلات جميع الأكلات الشعبية المرقوقة العصيدة القرسة المهبش استعملها وحتجد لذة عجيبة وغريبة بس لا تطبخها لا تطبخها بجيك أما وضع الطبخ لا حنا ما أود ترعد توسع عشان نرجع لك برد نقر الطبخ الله يسعدك الزيت يعني سعر مرتفع فصعب أنك تطبخ أنت بالآن الفائدة ما تكشم وتخليه لذيذ لكن لو تحط بالآن مع الرز ومع الغداء ضاع طعمها أي هو ولا غيره ما كم سطعمها أبدا ليش لأنه مع مثلا كيلوين لحمة وثلاثة كياس أو ثلاثة كيلو رز ولا هم تجي طعمها لا هو لا غير لا يفسد ممكن من النار تفسد الماء ما يفسد أبدا ما تفسد الماء مهما بلغت درجة حرارة عليها بحاث وصل إلى أربعة آلاف عفوا إلى أربعمائة درجة ولم يصير فيه أي أي تكسر ما تغير شيء من خصائص من خصائص بعد أربعمائة الآن الحرارة أو القدور اللي في بيوتنا درجة أعلى درجة مية ما فوق المية هذه أفران خاصة أفران خاصة زين وصل إلى أربعمائة ولم يتكسر ولم تتفكك جزياته وهذا من المعجزة في هذا الزيت طبعا هذا الزيت يطلق عليه قديما وحديثا الزيت المعجزة أو الشجر المعجزة لماذا شجر المعجزة لما فيه من الفوائد ونزرسي الدكتور جابر القحطان اللي في بيته قبل تقيل من شهر الله يمتعنا وياكم بالصحة والعافية يقول فيه كتابي حق النباتات يقول الشجرة الوحيدة الشجرة الوحيدة التي تكلمت عنها فقلت هذا كلام جابر القحطاني قلت أوراقها وسيقانها وقشرها التي على الجذوع وأزهارها وعروقها وجميع أجزائها كلها فوائد عن بكرت أبيها ما شاء الله هذه الشجرة العجيمة الغريبة نفس الخصائص اللي في شجرة البان في الشجرة الأم اللي هي المورنغة اللي نتكلم عنها اللي أرى